السلام عليكم ورحمة الله من ديار أوكرانية معكم أمين من مدينة فاس من هات المنبر أنا تنخطب السفرات المغربية تحرك بأكثر سرعة لأنه عندنا طلبة هنا من حاصرين في هذه المدينة التي كانت تواجد في الحدود الروسية ب40 كيلومتر على الحدود الروسية كانت مننا من الله يعني يوصل الصوص ديارنا للناس المسؤولين اللي يعني يديروا شي حاجة لأن الوضع ما تيطمنش وحنا محصورين في هذه المدينة اللي كانت بعد على الحدود الروسية كما قلت ب40 كيلومتر ما عندناش كين صافروا ما عندناش كيفاش نتحركوا البارح سيد صاحبي يعني توفات له الزوجة دياله وطفل دياله يعني الإنسان خاطر بحياته باش يقلق باش يصافر من هذه المدينة تمنى من الله يعني 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 يوصل الصوص ديالنا للناس المسؤولين وشوفوا من حال هذا الطلبة السلام عليكم ورحمة الله السلام الاسم ياسمي بوليت كنت أجدوه في صومي في أوكرانيا كاش بدل حدود ب40 كيلومتر على روسيا نريدنا في الخروج من هنا يعافكوا انا كنت قد نشدو السلوطات المغربية انها تطلقى لنا شي حالا باش نخرجوا من هذه المدينة حت صارحة كنحصب الخطر وماترة مبقاتش 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 اسكوريزي و لم يكن نخرجوا نهائياً لم يكن نخرجوا لم يكن نترانات الزنقاء كانوا خرجوا شوية كانوا دخلوا في حالتنا خايفين كانوا بطول الكاف كانوا تخبروا فيهم بالليل مرسلت الأشياء كانوا نقفوا فيه كتفوا وضعوا كاملين حافكم كانوا نشدوكم بس عاونونا وادعووا معنا أهلا معكم معكم مهديع وتعني من مدينة سومي اللي كتواجد في شمال أقصى شمال أوكرانيا هذه المدينة تعاني الويلات ثم الويلات مدينة محاصرة لا يدخل لها التواحد و لا يقدر يخرج من هذا التواحد بزاف الناس تكتبون لي لماذا لم يمشيتوا للحدود بولندا سلوفاكيا رومانيا تقول لهم أرى أهلا مدينة محاصرة مسدودة مطوقة التواحد لا يقدر يخرج واللي يريد أن يخرج من المدينة يا إما كي يتعرض للنهب أو لا كي يتعرض لمحاولة قتل أو اللي تهديد بالسلاح أو اللي تخويف إلى ما ذلك نحن ذا با كنعيش الرعب يعني الرعب ذلك شي اللي نحن كنشوفه في الأفلام وكنشوفه في المنابر الإعلامية من الحروب نحن ذا با عايشينه وعايشينه يعني كتشوفوا إلا شفتوا حال التلاميذ اللي كانين هنا اللي يوصل لعدد ديالهم تقريبا اللي وصلتني الخبار أنهم ربعين وما فقدروا يكونوا تخمسين تلميذ حاليا اللي وصلتني الخبار أنه كانوا واحد ربعين تلميذ دايرين جروب وكي دايرين نحن كاملين جروب كنا نتعاونوا فيهم مع الدراري اللي ما عندهمش فلوس الدراري اللي اللي كدي التناقصه ما عندهمش ماكلة عندهم مشاكيل كذا نحاول نحلوها بناتنا ونتعاونوا مع بعديتنا فقاش عرفنا لأن ما عندناش ما عندناش إلا بعدنا ولكن هالتلاميذ هادو ومنهم آنا يا راحنا كان عانيوا بزاف وكان عانيوا معاناة الله اللي يعلم بها آآ جينا في هاد مدينة اللي بعيدة على الحدود بزاف يعني الف ومئة كيلومتر الف ومئةين كيلومتر زائد أنها محاصرة ما تقدرش خرج كون كانت غير ماشي محاصرة كن إنسان كان يخرج منها ويقمر يوصل غير الحدود وخال خروج من هاد المسافة حتى لنقطة نهاية راه أنت غير مقمر على روحك لأن ما بينت هاد أو تاني ما بينت هاد المدن هادو المدن اللي كانت اللي قريبة من الحدود ومدينة سوميرة بيناتهم جوجة المدن اللي رئيسيين ويتعرضوا رئيسيتين كيتعرضوا القصف قصف مرعب وقصف قوي جدا منهم كييف ومنهم خاركوف الدرالي اللي كان في كييف اللي يقرأوا ثم في كييف اللي يقرأوا في خاركوف حاليا كيقدروا يمشوا يخرجوا من الميترو يخرجوا ويمشوا لمحطة القيطار ويشدوا التران من من كييف حتى أو من خاركوف حتى المناطق اللي جات الحدودية أو كيشدوا من كييف ويمشوا لمناطق الحدودية سواء الشرق أو الغرب الغرب نحن هنا ما نقدروش نشدو تيش حاجة لأن محطات القيطار مسدودة لأسباب أمنية زائد اه الترانسبورت وحد ما يقدر يخرج لأن مدينة محاصرة علاش 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 نتم حيصار هاد المدينة هاد المدينة هادي كتش هاد اشتباكات عنيفة ومقاومة قوية جدا ومقاومة يعني درجة أنهم ما قدرواش يسيطروا على المدينة كاملة زائد المدينة تحولت الحرب عصابات وما أدرك حرب العصابات يعني الفوضى اطنود ما بقناش ما بقناش كنعرفه شكون عدوك شكون اللي معاك اه ترونت بزافة المدينة وحنا كنطالبه جلالة الملك محمد السادس نصره الله ونتتمنوا أن الصوت ديالنا يوصل ليه ويشوف من حالنا ويدروا معانا شي حل راحنا أولادكم ورا المغرب راح بلادنا وحنا ما كنظنش أن المغرب غايتخلى علينا اولا المالك ديالنا غايتخلى علينا ويدرونا بحالا احنا ماشي اولاد الوطن ولا أبناء الوطن اللي احنا مستعدين لموتوا من أجل ليه خصوتي هو يعني يساعدونا ويشوفوا من حالنا راحنا يا أولادكم عائلاتنا راحيشين حياة يرتلا وكأنهم عايشين معانا هنا وأكثر مع الخطرات كنعييتنا للدار كنلقاهم في حد الحالة كتر مني أنا ما زال أنا كنلقا باش نصبر راسي وشاد يعني كتلقى الإنسان كتلقى والدينا عايشي الحالة كتر من نحنا والله يسمح لنا منهم بغيت هاد النداء ديالي يوصل للسلطات المعنيين وزارة خارجية أه وجلالة الملك محمد السادس بغينا يشوف لنا شي حل شي حل ديبلوماسي او لمفاوضات انهم يوقفوا اطلاق النار باش نخرجوا من هاد الندينة نمشي وغي الحدود او انهم سيفطوا لنا كيران حتى الهناية يدروا شي شي باق مفاوضات مع السلطات الروسية وكينا السفارة المغربية هنا في روسيا Wakayna في روسيا اتم بروسيا وكينا السفارة المغربية هنا في أوكرانيا يعطلوا شي تنصيق ومع السلطات الروسي معتوه شي اوامير بأن هاد التلاميذ نريد أن نخرجوا يمشي امينين while 파�folg احتل الحود مناطق حوضية ونخر. هاد الحرب احنا ما اه ما عندناش فيها لا ناقا ولا جامل. احنا غير تلاميذ جينا نكملوا المهمة دي لنا ورجعوا عند وليدنا احنا شداتنا الحرب. وكان عاود نطلب راه تلاميذ هنا. راه عايشين الرعب. الرعب. وراه لي كده تبدأ كتقادع التلاميذ. زائد انه كتجي خبار باننا دينا ما بقاش غدا يوصلها المواد الغدائية. قد رسدوا عليها المواد الغدائية. ما عرفش ولكن هاد الخبر يلمشى تقول لا صحيح راه هنا غنموتوا هنا بالجوع وغن تحاصروا. الخبر ما صحيحش ولكن راه يقدر يكون في اي لحظة شوفوا من حالنا راحنا ولادكم راحنا ابناء الوطن ردمنا ودمنا ودمكم واحد وابناء المغرب كلهم واحدا من القويرة طلطانجة. السلام وعليكم ادعوا معانا رجعوا سالمين غانمين. يكون اسم دي لي جيهان انا طالبة بمدينة سومي. احنا كانت واجدو هنا ثلاثين طالب مغربي حاصلين هنا ايه ما قادرينش نخرجو حيط التران ما خدمش منها للول الخرجة ديه لمدينة ما يمكنش تدوز منها اه كتعرض راسك الخضر والقتيلة. كانت منه الناس المعنية تدخل لانه تواحد ما سوق لنا وانتحد ما حاولي يعطينا نمغو اللي نتواصلو فيه ونعرفو عشو نقدر نديرو. والاوضح احنا غدا وكتزاد شفراء بذات كل شي بده ولا تحورو بشوارع اللي جد 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 خطيرة. كانت منه لقوو اللي نشي حلبش شي امنوا لنشي معبر.